هذا وتحظى دور العبادة في مملكة البحرين باهتمام كبير من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء هذا وكان سمو للعهد قد أطلق في وقت سابق خطة لتطوير الجوامع والمساجد والتي شملت تشهيد وترميم العديد من دور العبادة في مختلف محافظات مملكة البحرين اهتمام بارز وكبير توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدور العبادة في مختلف مناطق مملكة البحرين حيث أطلق سموه في وقت سابق خطة تطوير الجوامع والمساجد والتي شملت افتتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجدا تابعا لدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في محافظات المملكة الأربع اعمار بيوت الله واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية في إعادة بناء وتطوير المساجد يؤكد الاهتمام المستمر الذي توليه الحكومة الموقرة بدور العبادة وإنشائها في المدن الجديدة بما يواكب التسارع العمراني والحاجة إليها في هذه المدن إنما تحظى به سائر دور العبادة في المملكة من دعم كبير من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ليؤكد الحرص على تلبية احتياجات الأهالي من الخدمات الدينية وتهيئة أفضل السبل للمصلين ومن منطلق هذا الحرص فقد أمر سموه مؤخرا بتنفيذ خطة بناء تسعة مساجد في مدينة شرق الحد والتنسيق الفوري لمباشرة تنفيذ هذه المشروعات أحب البلاد إلى الله مساجدها هذا ما نراه واقعا وما نلمسه من اهتمام بإعمار بيوت الله في كافة محافظات مملكة البحرين لسيما المدن الجديدة بفضل التوجيهات السديدة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمامه المباشر بكل ما يتعلق بدور العبادة من تشهيد وترميم لممارسة الشعائر الدينية بكل يسر وسهولة